السلام عليكم معكم دكتور سيداليا محمود إريطا بنات وستات كتير بيعانوا أثناء الدورة الشهرية وأثناء البريوب بيعانوا من المغس والتقلصات وكمان من المية الزايدة اللي بتتكون داخل جسمهم طبعا بيرجوا وروحوا على السيدالية يشتروا أي مسكن حاجة تقلصات سباز مبرالجيم باسكوبان بس تمام التقلصات بتهدى لكن بيفضل برضو في شوية مية محبوسين جوه الجسم عند بعض البنات والسيدات طب يا دكتور مفيش حل للموضوع ده لا هو نزل من فترة نزل نوع دواء جديد في مادة مسكنة للألم ومادة بتساعد على إضرار المية مدر المية عشان الجسم السيدة يتخلص من المية الزايدة طبعا يخفف عندها الألم ويخفف الناتج عن التقلصات ويخفف عنها الصداع الناتج عن ألم البريود ويساعدها أن تحس أن جسمها مش مليان أو مش حابس مية كتير معنا النهاردة دواء اسمه جاكمستون أقراس الدواء ده زي ما حق شايفين جاكمستون هتلاقيه مرسوم عليه رسمة سيدة هو تمام هو بيحتوى على مادته المادة الأولانية اللي فيه هي مادة أستامينوفين اللي هو البراستامول تمام خمس ميت ميلي جرام يعني فيه حبية بين دول كمان فيه مادة بامابروم اللي هي المادة دي بتركيز خمسة وعشرين ميلي جرام ودي مادة اللي هي تعتبر مدر البول بطريقة خفيفة ما يقصرش على الضغط ما يقصرش على أي حاجة خالص تمام؟ قلنا لاستعمال جاكمستون استعماله بأمان تام أقصى جرعة للوحدة تاما حبيات واستعماله أرسيم بعد الأكل كل ستة أو كل أربع ساعات أقصى جرعة في اليوم هو 8 حبيات في اليوم جاكمستون زي ما قلنا عيسكن الألم النتجة عن التقلصات بتاعة البريد وكمان في نفس الوقت عيتخلص من الميا المحبوسة اللي داخل الجسم فالوحدة عيتحس بالراحة والألم والأريافة والتوتر اللي بيحصلوا في جسم السيدة أو جسم البنت دعا يهدى مع الوقت إن شاء الله مع استخدام العلاج والدواء ده الدواء ده أمان تام بس طبعا عنيجي نقوله حاجة إن الأثناء لو واحدة بتردع تمام بلايش يستخدم الدواء ده كمان في نقطة مهمة الناس اللي هم السيدات اللي هم عندهم قصور في وظايف الكبد برضو بلاش يستخدموا الدواء ده الدواء ده عبارة عن علبة شرطين زي ما حادكم شايفين تمام؟ العلبة الخيصة العلبة حوالي عملة سعرها 12 جنيه سعر العبوة 12 جنيه تمام؟ الدواء ده أمان جدا ويملوش أعراض جانبية طبعا ممكن واحدة كمان لو عتستخدم مع الدواء ده تستخدم أي أقراس مفيش مشكلة تقلصات زبازموبرالجين باسكوبان فيسرالجين مفيش مشاكل خالص يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون سفادتم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر